اشتركوا في القناة هيبدأ الاستفتاء على الدستور في الداخل لمدة 3 ايام ايضا عايز اقول لكم ان مصر طول الفترة اللي فاتت في عهد رئيس عبدالفتاح السيسي كانت كل خطاة حريصة او بتقول لنا انه هو حريص على انه يضع مصر في المكانة التي تستحقها سواء اقليميا او عالميا بيحطها في المكانة التي تستحقها في جميع المجالات وخصوصا المكانة الاقتصادية هو سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي حريص على انه يضع مصر ضمن الدول الاقوى اقتصاديا والحقيقة دي ما بتكونش حاجة سهلة ابدا يعني لازم بتحتاج مجهود كبير جدا احنا شغالين في كل الحاجات في الطرق في البنية التحتية في الطاقة في كل المجالات علشان نقول ان مصر حريصة او مصر قادرة على ان هي تكون من الدول العظمة او من الدول الكبرى في المنطقة وكمان في العالم كمان بنشوف لقاءات كتيرة وجوالات كتير لسات الرئيس عبدالفتاح السيسي خارجية يعني دايما في تقوية علاقات مصرية بجميع الدول العالم ما فيش حاجة اسمها عندنا مشكلة من دولة ودولة لأ فيما عدا الدول اللي عندنا معاهم يعني مواقف سياسية واضحة ودي بنقولها بشكل واضح كدولة بنقطع معاها العلاقات السياسية يعني لحين اشعار اخر كمان بنشوف قد ايه الجيش اتقوى في الفترة اللي فاتت قد ايه الجيش اتعزز بحاملات طائرات وبطائرات وبقسطول بحري في كل حاجة الجيش كمان اتقوى جدا جدا واصبح ليه ترتيب يعني عالمي حوالي تقريبا العاشر عالميا يعني ودي مش حاجة قليلة دي حاجة بتقول ان مصر قوية مصر قادرة على ان هي تستضيف ايفنتات كتير قادرة على ان هي تستضيف صناعات كتير قادرة على ان هي تستحق المكانة اللي هي حتكون فيها او اللي هي في الطريق ان هي تكون فيها التعديلات الدستورية كمان من ضمن الاصلاحات اللي كان يجب ان هي تتم علشان كل فترة من الفترات بتتطلب تعديل الدستور بما يتواكب مع آليات الفترة ومتطلبات الفترة اللي احنا بنمر بيها يعني ما ينفعش الدستور يفضل طول العمر كل الدول بتغير الدستير بتاعتها بالظروف المتاحة والمعطيات اللي موجودة في الفترة دي فكان لازم اننا نعدل الدستور ونستمر في التعديلات في الاصلاحات التشريعية كمان علشان على اخر السنة نكون كملنا كل الاصلاحات التشريعية المطلوبة للبلد دي علشان تكمل في خطاها وتنطلق بسرعة فظيعة جدا ان شاء الله مصر هتكون بيكم قد الدنيا